تظن ان الوصفات لي مفايش للحم هي الوحيدة اللي كنتم تقبل بالنو كنكون وفرحاني ونحن كنسخنوها او لكن وجدوها اللغداء وللعشاديانا راها غالطة وبزاف والدليل لهذا من احسن الوصفات اللي ممكن ندوقه في حياتنا هي الدنجال مع ممار في الفران والدنجال مشرمل على حقه طريقه وغادي تشوفوا معي كيفاش كندير لي على اقتراح دي اليوم غادي يكون الغداء بلا لحم اللي ممكن تديو معكم الخدمة كيفما ممكن توجدوه الوليداتكم كيفما ممكن تديروه اللي شاحته اوه كيفما كتشوفوا هادي راديتو معي اللغداء للخدمة يعني كتديروه المسائل ديالكم في انبوات وليزوين فاتشيادا انكم تقدروا تاكلوه بلا ما تسخنوه ديالو باش نبدو اول حاجة هي المقادير اللي غادي نحتاجوا ليها اللغداء ديال اليوم قصو يكون فيه ديسير خفيف وخصنا الطبق الرئيسي اللي غادي يكون هو طورتية والطبق الجانبي غايكون هو بنجال مع ممار في الفران اولاد دنجال مشرملتو سامبلوه مو ماشي معمر بالضرورة غادي نحتاجوا بالنسبة لهذا الوصفة هادي المسائلية بسيطة وكتكون واجدة نهضروا الديسير والول كناخد هات الشرقية هادا البغاسة هكاية اللي تيكون ديال الفواكيه المدق ديالو زوين بزاف وكناخد معاه رمانة او لأي حاجة ديال ديسير البخانسيب غا يبقى هوه وستقطوع طريفات دابا بالنسبة الوجبة الرئيسية خدوا دنيجيلات اللي يكونوا كبارات باش مين يدخلوا الفران وخيك ش شو يبقوا عليهم القيمة وتيبانوا زوينات كنحتاج الفلفلة كنحتاج لمعد النوس ماشية الربع مخلط كنحتاج حبيبة ديالبصلة صغيرة للطورتية بينسور جوج بيضات او لكترو البيض لكتو كتبغوا تضوقوا الناس لان التورتية فيها خير الله كتنزل فيها الباراكة اه حبو حدا ديالبطاطا صغيرة وخير الله ديالتومة والتومة تصغيز الالوان او نديرو غا ما طيش عادية طريفات كل شي غايتحرك على حساب الميزانية اللي عندو كيف ما قلت لكم رجعوا مسألت الدنج ها عمر دينجال او يكونون حبات كبار وعزلوا الدنجال عن شو واحد اللي كدبشيو عندو تقدهم تقوش تاخدو الخضرة غيرها كاعاتباطيا ركيين الناس اللي كتاعرف تقدر الخضرة وتتعرف ليها اختاروهم وداما تعاملوا معاهم بالنسبة الفلفلة كنحتاج هاد النوع هادا لانو تكون حله في المدق ديالو غا تحتاجون غير واحد جوج معلقات من هاد السوس هاتي سينو تقدروا تنوبوا عليها بانكم تحكو واحد نص ما تايش وصافي غيران انا جوب خيفة غا تصل صادتي تجي حيز هال الكلام في التعمار ديال الدنجال لاني غادي ندير معاها ماتيشا وغادي ناخدو شوية دي الزيتون غير على لود الطورتية الطورتية بتصرف بيان سوح نحن المغربة كل شي كان نديرو حول الحساب اشنو القانا ديانا اشنو فيها علوه بالنسبة للتسبيل اللي غادي نديرو في هاد الدنجال هادا واللي غادي تخلق الفرق غادي تديرو فيها العطرية ديال الحوت وعارف علش كنهدر العطرية ديال الحوت مني غادي تتخلط معا ديك ماتيشا غادي حسو بريوزكم بانكم تتاكلوا شي حاجة اللي عنده موعد مع الفخامة في المادا قطيقوني كين فرق شاسع من مديك تديرو غير شوية ديال البزار شوية ديال كامونو شوية ديال تحميرا وتنودو نايضين الو هنا غادي ركز على ثلاثة المسائل توما الربيع وغادي تديرو حتى الحامض وتديرو الاعشاب العطرية اللي انتو ما كتبغي وانا خدمت هنا بزعيطرة وخدمت باليازير والحامض ضروري حتى هو يديرو منه غادي نخلي لكم المقادر بالضبط شوفوا لي الجمال ديال هاد الشيادة خديت نصف الفلحة كانت كبيرة بزاف خدمت بها في الترتية والباقي عمرت وتواف الفران وجات فعلا روعة ممكن نزربها مرة اخرى هناك تفلحوا كتقطعوا الدنجال على النص وكتفلحوا كتدخلوا فيه مزيان ديال الماغيناد اللي غنخلي عليكم في صندوق الوصف كيفما قلت لكم باش تاخدوا الدتاي ديال الدتاي وبالنسبة لهاد الطريفات ديال الدنجال كتغطيوهم طول المدة ديال طياب ديالهم ورق المطبخوا فوق وطبطيي اليمنيون باش كي يطيف الساد وعد كتخرجو وكتخليو دقراتينا من الفوق واحد شوية دا بغن هضروا على الترتية الترتية كل شي كيعرف يصيبها غير الحاجة اللي فارقة اني هنا غنقلي بطاطا عاد غادي نزيد عليها البيض ونزيد عليها ديكل ما طيش وما طيش ماشي بالضرورة طيب بزاف ولتا هي الطيبوها في الظيد في اللول لكن زيدها غير في الاخر وما قنقلبها هاش كنطيبها هاكا كتطيب على خاطرها بحلشي اومنة تبيرة الوفيت ديال انكم كتديرو في هاديك بطاطا را هدي جاغل بايض مع بطاطا ربو حضورها واجب زوينة وكتشبع فما تبالك انكم تديروها بالتشكل هدا اللي تفرج في هادي الفيديو هدا يقولي يا رأيو في الاقتراح ديال اليومة بالنسبة لهذا الوصفة هادي كتبقى من الاساسيات عندي هنا في سيمانة لاني ضروري ضروري كنديرو وصفة بدون اللحم بايش كنخلق ديك لابالانس لا في البودجي لا في الماكلة لا في الصحة ديالكم عودتاني حيث اللحم يوميا رامشي في كرزوينا بتنسوش تقبونا وفلاشين لان الخير مازال جاي القدام وبسلام عليكم